أعرب الأمين العام السابق للأمم المتحدة سيد بان كيمون عن اعتزازه لحصوله على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة للتنمية المستدامة التي تمنح للأفراد أو المؤسسات التي كرست جهودها لتنفيذ برامج أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف التنموية للألفية وفي لقاء خاص مع تلفزيون البحرين عبر سيد بان كيمون عن عظيم السعادة لمنحه هذه الجائزة مؤكدا أن ذلك سوف يشكل حافزا له على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود في نشر التوعية بأهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأشاد برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وجهودهما في تطور المملكة مؤكدا أن البحرين تعد إحدى الدول النموذجية في دعم قيم التسامح الديني واستيعاب الثقافات والعقائد الأخرى وأوضح بن كيمون أن زيارته إلى مملكة البحرين كانت للمشاركة في منتدى الضمان الصحي الأول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لافتن لأهمية هذا المنتدى في دعم تنفيذ أحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة وهو الهدف الثالث الخاص بضرورة الاهتمام بتكوين مجتمع صحي أنطلقا من قاعدة أن الصحة تشكل حجر الزاوية لأي مجتمع ناهض وأشار إلى أنه يعلم أن مملكة البحرين تكرس كثيرا من إمكاناتها وطاقاتها لتنمية المجتمع مشيدا بالتطور الامتصادي في البحرين وأكد بن كيمون أنه يتطلع إلى تعميق التعاون والشراكة بين مملكة البحرين ومركز بن كيمون للمواطنة العالمية بالشكل الذي يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة إنما زادني فخرا أن الذي سلمني الجائزة هو صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين وأود أن أشيد برؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وجهودهما في تطوير المملكة إن الهدف من إنشاء مركز بن كيمون للمواطنة العالمية هو رغبتي في مواصلة العمل العام والعطاء على صعيد تمكين المرأة والشباب والفئات التي لا تنال الدعم الكامل وذلك من خلال التعاون مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة رؤساء الدول والحكومات ورجال الأعمال والشخصيات السياسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة إنني أتطلع إلى طعميق التعاون والشراكة بين مملكة البحرين والمركز بالشكل الذي يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة فمملكة البحرين تكرس كثيرا من إمكانياتها وطاقاتها لتنمية المجتمع وتخصص نحو 35% من إجمال الناتج المحلي للإنفاق على التعليم والخدمات الصحية وهو ما يمثل نموذجا أتمنى أن يتبعه الآخرون في المنطقة وسائر دول العالم وأود أن أشير إلى التطور الاقتصادي في البحرين والذي يتم من خلال تطبيق سياسات اجتماعية شاملة لا تقتصر على المواطنين وحسب بل وتشمل المقيمين من الجنسيات الأخرى اشتركوا في القناة